13 من أبريل المنصرم قبل أن يقف البرهان على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء خطابه ظهر أحمدتي فجأة وعلى غير العادة بالصوت وصورة ليقول للعالم إنه على استعداد للسلام زاعما أن يده ممدودة لإيقاف الحرب والسئناف المحادثات لإنهاء الصراع المستمر منذ منتصف أبريل الماضي لغبى مغنى بقواة الدعم السريع في زيادة الأمم من أجل العودة إلى مزارة التحول الديمقراضي على مبدأ الجيش الواقع خطاب حمدتي هذا اعتبره مراقبون عمليات استباقية لرد الاتهامات عن قواته المتهمة بارتكاب سلسلة من الانتهاكات تبدأ من الاستيلاء على منازل المواطنين وصولا إلى الاغتيالات والاعتداءات الجنسية بالمقابل كلام البرهان هو الآخر لم يسر على سكة السلام وأفرد مساحة في خطابه ليصب جام غضبه على حمدتي أمام زعماء العالم مطالبا بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية بسبب ما اقترفته من انتهاكات بعد أن تمدد نطاق الحرب الدائرة في السودان واتسعت رقعتها بتحالف مع ميليشيات قبلية منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم يواجه الشعب السوداني حربا مدمرة شنتها عليه قوات الدعم السريع المتمردة تحالفت معها ميليشيات قبلية واخرى إقليمية ودولية وبين خطابي حمدتي والبرهان أصدرت قوى الحرية والتغيير بيانا اعتبرت فيه خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مخيبا للأمال باعتبار أن ما يجري في البلاد يتطلب تحكيم صوت العقل والاتجاه للحلول السلمية وأن استمرار الحرب يصب في مصلحة النظام السابق للسيطرة على السلطة داعية جميع الأطراف للعودة لطاولات التفاوض عبر عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر